مختصر الحالة الجوية المتوقعة لثاني يوم من شهر رمضان وإلى التفاصيل كل عام وإنتوا بخير اليوم الثاني من شهر رمضان متوقع أن تكون الأجواء مناسبة في أغلب الأوقات لأن الأجواء كانت لطيفة اليوم درجات الحوارة كانت عم تسجل 24 درجة مئوية في العاصمة عمان وأيضا الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية الناس اللي بتفكر أنها تكون عم تفطر في مناطق مفتوحة أو أنها تكون عم تفطر بره أو تعمل أي من الأنشطة الخارجية فالأجواء مناسبة جدا خلال ساعات الفطور مع ساعة الليل رح يكون فيه انخفاض بسيط على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا تحديدا في المناطق المرتفعة والمناطق الجبلية وللناس اللي بتفكر أنها تعمل أي من الأنشطة الخارجية على وقت الصحور فلازم ننتبه أنه لازم يكون معنا جاكيت خفيف لأن الأجواء رح تكون باردة في معظم مناطق المملكة في وقت الصحور يوم الغد متوقع أنه يكون فيه انخفاض بسيط على درجات الحرارة كنا اليوم عم نحكي عن درجة حرارة 24 درجة مئوية ولكن يوم الغد متوقع أنها توصل لـ 18 درجة مئوية إن شاء الله خلال ساعات النهار رح نكون موجودين معاكم كل يوم في شهر رمضان لنعطيكم المختصر للحالة الجوية وإن شاء الله الجميع بيظل بخير وإلى اللقاء